طيب خلينا نتفق على حاجة لأنه فيه كلام كتير جدا اتقال على غيابات اتقال على خناءات اتقال على معارك كلام كتير جدا واشعاد كتير جدا طلعت اليوم الأخير ده بس عشان عزيزي الأهلاوي تشغيل شبالك بتفاصيل مفيش منها أو مفيش من وراها فايدة يعني خلينا أقولك أنه أهم مكاسب الفترة الأخرانية هو نجاح مارس الكولور في ساس التدوير يعني مفيش ماتش بسنسناء البدايات يمكن كانت صعبة شوية يعامتش الشباب له ازداد هو كان أصعبهم وده كان عودة بعد التوقف طويل لعيبة بقالها كتير جدا ما اتمرنتش مع بعض لعيبة كانت مرهقة ومستنزفة بدنيا ونفسيا ومعنويا فإنك تجمع لعيبة وتخرجهم كلهم من حالة وتدخلهم في أجواء قط اللبسة مرة تانية بتبقى صعبة شوية خصوصا لما فريق يبقى على مستوى الموسم عنده كم هائل من البطولات والألقاب بيلعب كل مطشطه على مبدأ الفوز فقط لغير لكن من بعد كده اعتقد انه بالتدريج ظهر الآلي بشكل مقنع جدا لجمهير مش هقولك اه وصلنا لأعلى فورما مش هقولك وصلنا لأفضل حالتنا لكن على الآل وصلنا بشكل مقنع وكسبنا أو ما كسبنا من الأربع مطشط دول كانت كتيرة جدا ويمكن أهم مكسب اتفاقنا عليه انه أي لعب ظهر أو اختاره أو راهن عليه مرسل كولر في أي مطش من المطشط ما خيبش الظن يعني مفيش حد خيب الظن كلهم الحقيقة تقلقوا وتفوقوا حتى اللي كانوا جايين من بعيد تعال بص الاهدف اللي تسجلت في الأربع مطشط دول الأخرانين هتلاقي انه مودس سجل وسامة بوعلي سجل ردا سليم سجل كريم فؤاد سجل يعني الحالة عموما فما تفرقش مين موجود مين مش موجود فيه غيابات فيه غيابات طبعا مؤثرة هو ده السؤال اعتقد انه الغيابات لن تكون مؤثرة على الاطلاق الكلام كتير كان على مؤخرا يعني كان على طبعا السبعات كهرباء ده شيء انا بكلمكم كلام من وقع معلومات لكن القايمة لم يتم الإعلان عنها لغاية دلوقتي مرسل كولر لم يعلن عن الأسماء اللي اختارها لكن انا بقول لحضراتكم انه وفيش حد بعيد لأي سبب من الأسباب اللي انتم سمعتوها الفترة الأخيرة كهرباء موجود كريم ندفد موجود وشارك في تمرينته النهاردة وهو سامة بوعلي كمان شارك وفيه احتمالات انه هو يكون مع بعث النادي الاهلي قرار النهاية هيكون لمرسل كولر لكن كل اللي اتقل على منصات التواصل الفترة الأخنية كل حالة الهبد اللي انتم طبعتوها دي ليس لها اي اساس من الصحة غرفة ملابس النادي الاهلي او قطلبس النادي الاهلي في افضل حالة لعيبة في منتهى التركيز كله عايز يسهد جماهير النادي الاهلي في مباراة الجمعة وكله عنده رغبة في المشاركة وكله ملتزم لأقصى الدرجات زي ما حضرتكم شايفين تمرينته النهاردة كانت الصبح كانت تمرينة صباحية شارك فيها كل اللاعبين معلول شحات أفشة حتى الشناوي طبعا كان موجود في وجود طبعا كابتن محمود الخطيب اللي كان حريص على ان هو يحضر تمرينته النهاردة وكان ليه يمكن اثناء التمرينة كده حوار مع محمد الشناوي والكل جاهز إن شاء الله بإذن الله لمصطفى شوبير حراس المرمى كلهم جاهزين طبعا عمر كمال داخل في الحسابات أكيد طبعا لأن دي مباراة يعني عمر كمال هيبقى بره حسابات أفريقيا بس السنة دي أو الموسم ده مصطفى شوبير متقلق واحد من النجوم الأهلي في المرحلة الأخيرة هو مكسب الحقيقة من مكسب السيزن ده بالنسبة لنادي الأهلي طم نجوم هو نادي الأهلي على مركز حراس المرمى بالذات المركز ده يعني فيه مركز كتيرة جدا ممكن يحس أن يبقى عندك فيها دروب في سيزن في موسم من المواسم محتاج عندك اسم واحد محتاج اسم تاني جنبه لكن حراس المرمى تطول عمرها في النادي الأهلي تطمن حتى الشباب الصغير اللي طلع بعد كده حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود زنفوري طبعا الصفقة الجديدة أنا براهن عليه الحقيقة كمان أنه مشروع حرس مرمى كبير جدا تاو جاهز عمر كمال بيرسي تاو أنتوني مودست طاهر ربيعة فإن شاء الله بإذن الله كاتبت الأهلي اللي هيختارها مارسل كولر إن شاء الله بإذن الله يطمنوا جماهيرهم إن شاء الله يقدروا يرجعوننا من السعودية إن شاء الله بلقب جديد يضاف لدولاب بطولات النازل الأهلي طيب